موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج استوديو الإخبارية والآن إلى العنوين مركز الملك سلمان يبرز الوجه المشرق للمملكة للعمل الإغاثي والإنساني المملكة تتصدر قائمة الدول المانحة للمساعدات الإغاثية والإنسانية موسيقى يعتبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مكملا لدور المملكة العربية السعودية في العمل الإنساني حيث يتجلى من خلال هذا المركز عمق استشعار المملكة لمكانتها في عالمها الإسلامي وثقلها ووزنها في المحيط الدولي ومسؤوليتها تجاهه وسيكون المركز رسالة إنسانية إلى العالم يتجسد من خلالها عناية واهتمام واحتضان قيادة وشعب هذه البلاد لكل عمل إنساني موسيقى لا تنشب حرب هنا أو يضرب زلزال هناك أو تحدث فيضنات بينهما إلا وتجد المملكة العربية السعودية حاضرة بكل ثقلها وإنسانيتها التي أوجبها الله في دينه ورغب فيها شرع الله الكريم بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الطائفة كانت المملكة وما زالت وستظل بإذن الله سباقة في كل أعمال الخير والإغاثة منذ أول يوم لتأسيسها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الذي وضع حجر الأساس قبل عدة أيام ودشن المركز الدائم للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يحمل اسمه ودعمه أيده الله والذي يقوم على البعد الإنساني والبشري المركز انطلق بدعم مليار ريال من خادم الحرمين الشريفين ليبدأ أول أعماله في الشقيقة اليمن التي أمر لأجلها الملك أيده الله بمليار آخر لتسيير كافة الأعمال الإغاثية والمساعدات الطبية والعينية العاجلة كما أمر حفظه الله بتخصيص مبلغ 350 ألف دولار أمريكي لإغاثة اللاجئين اليمنيين في جيبوتي وذلك من خلال توقيع مذكر التفاهم بين المركز وممثل منظمة اليونسيف وذلك لتنفيذ برامج على مدى ستة أشهر يقدم من خلالها كل أشكال الرعاية الطفولية بدء بأطفال اليمن وانتهاء بمعظم الشعوب المنكوب أطفالها يأتي ذلك في إطار سعي المملكة ومبادرتها لتقديم الأعمال الإنسانية من واجب الأخوة الإيمانية المذكورة في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وهم في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد في موضوع حلقتنا الليلة يسعدنا أن يكون ضيفنا الكريم في الأستوديو الدكتور عبدالله الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مرحبا بك دكتور عبدالله أهلا بك وبالأخوة والأخوات المشاهدين دكتور عبدالله إذا ما أردنا أن نعلق بشكل عام على دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني وكيف تجلى هذا الدور تحديدا في إنشاء مركز الملك السلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الواقع المملكة العربية السعودية كما أشرتم منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى هذا اليوم وهي ترسم صورة مشرقة للعالم عن العمل الإنساني في شتى مجالاته المملكة العربية السعودية عمت المعمورة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بأعمال إنسانية كثيرة جدا وعمت كافة المجالات سواء كانت في مجال التغذية في مجال المأوى في مجال الحق الطبي وكذلك سرعة الاستجابة عرفة عن المملكة العربية السعودية أنها في مقدمة الدول التي تستجيب لنداء الحاجة ولعلنا كذلك نركز على أن المملكة العربية السعودية استمدت هذه العراف الهامة من مبادئ الشريعة الإسلامية التي علمتنا على أولا أن نخدم الإنسان أينما كان وخادم حرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته عندما أسس هذا المركز الطموح ذكر أن هذا المركز بني على مبادئ إسلامية راسخة وأن هذا المركز سوف يعمل بمبادئ إنسانية بحثة دون أي دوافع أخرى أنا أعتقد هذه شعرات سامية لهذا الوطن المطال نعم ونحن نريد أيضا أن نؤكد على نقاط هامة في العمل الإنساني أنه غير مشروط ويقدم لجميع المستفيدين منه بغض النظر عن الطائفة والعرق أو الدين مدى أهمية التأكيد على هذه النقطة في تقديم الأعمال الإنسانية من قبل هذا المركز وغيره في الأعمال الإنسانية طبعا المركز كما أسس ووجه أثناء تأسيسه بأن يكون مركز مستقل لا تهدف المملكة العربية السعودية من هذا المركز أو أي عمل إنساني أي أهداف سياسية أو اقتصادية أو أي أهداف أخرى تدفع المملكة العربية السعودية لهذه الأعمال الإنسانية والمملكة العربية السعودية تاريخها يشهد بذلك أنا أعتقد خير شاهد لنا ليس ما نقول وإنما ما عملنا المملكة العربية السعودية قدمت المعونات لدول تختلف عنها في اللون وفي الجنس وفي الدين وكذلك في القارة فهذه المبادئ الراسخة كما ذكرت هي انطلاقا من الدين الإسلامي الذي حثنا على رعاية الإنسان وحماية الإنسان والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وهذا المركز يستمد هذه المبادئ والقيم من دين الحنيف ثم بعد ذلك التوجيهات السامية من خادم الحرمي الشريفين بإرساء هذه المبادئ والانطلاق بدوافع إنسانية بحتة لذا المركز الآن اخترف كما يعلم الجميع رغم أنه حديث ثلولادة ولم يتجاوز عشرة أيام منذ أنشاء إلا وهو يقوم الآن بإنشاء رؤيته ورسالته وأهدافه وإستراتيجياته القصيرة والطويلة إلا أنه منذ اليوم الأول أو قبل اليوم الأول بدأ في الأعمال الإغاثية بتنفيذ توجيهات خادم حرمي الشريفين بتقديم أسرع الخدمات الإنسانية للإخوة والأشقاء في اليمن الشقيق نعم لكن إذا اقتربنا أكثر من هذا المركز يعني بشكل عام هي استراتيجية كيف ستكون في المستقبل وحتى الآن ماذا قدّل؟ طبعا المركز أولا يهدف إلى أن يكون نموذجا دوليا رائدا في العمل الإنساني المركز الآن نقوم بوضع الرؤية والرسالة والأهداف من حيث انتهى الآخرون في أعرق المنظمات الدولية المهتمة في الإغاثة المركز منذ اليوم الأول عقد عدة اجتماعات مع أولا ممثلي الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وكذلك ممثلي المنظمات الإقليمية والوطنية لبحث أفضل الأنظمة التي بنيت عليها هذه المنظمات وكذلك نستفيد من الأخطاء التي مرت عليهم عبر السنين لكي نبدأ انطلاقة قوية إن شاء الله بالنسبة لماذا قدم المركز كما يعلم الجميع ونشر في وسائل الإعلام مختلفة أولا نحن مناطم بنا أن نبدأ بموضوع إغاثة إخواننا وشقائنا في اليمن قمنا أولا بالتعاون مع الحكومة الشرعية وأخذ الأولويات والاحتياجات من داخل اليمن وكذلك تواصلنا مع المنظمات الدولية للاستفادة من ما هي الأولويات التي يحتاجها الأخوة والأخوات في اليمن الشقيق كذلك قام المركز بالتواصل المباشر مع بعض المسؤولين سواء في القطاعات المختلفة في اليمن لأخذ كذلك اطلاعات مختلفة وبعد ذلك بنينا بعض البرامج السريعة من هذه البرامج يوم أمس أطلق برنامج طموح يهم شريحة مهمة جدا من المجتمع اليمني وهم الطفل والمرأة الذين هم منازحون الآن في جيبوتي طيب دكتور عبدالله احنا بنتعرف على البرامج بشكل أوسع لكن قبل الحديث عن هذه البرامج نقف أنا وأنتو أعزائنا المشاهدين مع الزميلة رانا في أبرز ما تحدثت به الصحافة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني إليك رانا شكرا ترفعي أعطيك العافية أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة الصحف حول موضوع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ونبدأه من صحيفة الجزيرة ومقاله بعنوان سلمان ومركز الإغاثة الإنسانية أسس الملك سلمان حفظه الله مركزا دوليا للإغاثة الإنسانية سيكون بإذن الله عونا للشعوب المنكوبة ويبدأ أعماله بكارثة اليمن العالم من حولنا يموج بالكوارث الطبيعية والحروب السياسية والصراعات والقتال المفتوح على المستوى العربي والإسلامي والعالمي فوجدت المملكة نفسها أمام مسؤولياتها الدينية والعربية والإنسانية فأسست مركزا للإغاثة الإنسانية لتوقف بعضا من النسف بعد أن زادت الحروب والإنهيارات السياسية خاصة دول الربيع العربي وزادت معاناة الكوارث الطبيعية واتساع رقعة الفقر مع ما يرافقه من زيادة في السكان وشح الموارد الاقتصادية لن يكون المركز بديلا عن منظمات الأمم المتحدة لكن قد يكون أسرعا في الإجراءات والجاهزية فأول المستفدين من المركز أبناء اليمن العالقين في المنافذ والحدود أيضا المحاصرين داخل المدن وأماكن الحروب ومن تقطعت بهم الأسباب في الدول والمطارات وننتقل إلى صحيفة الاقتصادية وخبر بعنوان مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف لإغاثة اللاجئين اليمنيين في جيبوتي وقع الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع الدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة اليونيسيف مذكرة تفاهم لإغاثة اللاجئين ليمنيين في جيبوتي بدعم مالي قدره 350 ألف دولار بحضور سافير جيبوتي والأفيف رفيع المستوى من كبار الشخصيات المعنية بتقديم الأعمال الإنسانية لأطفال العالم وذلك في مقر المركز ختاما إلى صحيفة الشرق وخبر بعنوان مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 1718 يمنيا إلى بلادهم قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع بإعادة 1718 من أبناء اليمن الشقيق العالقين في جمهوريتين مصر والهند إلى بلادهم وأوضح المتحدث الرسمي للمركز رأفة الصباح أن عملية إعادة الأشقاء العالقين في جمهوريتين مصر والهند تمت عبر مطار بيشا بواسطة طيران الخطوط الجوية اليمنية ووصلوا إلى مطاري صنعاء وسيئون في الجمهورية اليمنية مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن مهام المركز الإنسانية كانت هذه أخبار الصحف حول مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية نعود إلى الزميلة طرفها وضيفها إلى الزميلة طرفها وضيفها إليك طرفها شكرا لك يا راني أعطيك العافية دكتور عبدالله نعود إليك كنا وقفنا عند البرامج التي قدمها المركز وتحدثت عن برنامج الطفل والمرأة تفضل لعلي أتطرق لهذا البرنامج هذا البرنامج هو برنامج هام جدا هو أولا سوف يستفيد من أحد المرافق الصحية في جمهورية جوبوتي الشقيقة وسوف يستفيد كذلك من التعاون مع منظمة اليونيسيف وهي عريقة في مجال الطفولة والأمومة وكذلك مع وزارة الصحة في جمهورية جوبوتي وسوف يقوم المركز مع التعاون مع هؤلاء الشركة بتقديم الخدمات العلاجية وكذلك الإسعافية والطارئة وتمويل هذا المركز الطبي بالأجهزة والأدوية وسيارات الإسعاف اللازمة ببرنامج متكامل يستمر لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بناء على الطرفين من البرامج الهامة التي قام بها المركز منذ أشاءه قمنا بالتنسيق مع خلية الإجلاء والأعمال الإنسانية بوزارة الدفاع بسرعة التلخيص للعديد من السفن والطائرات الإغاثية التي قدمت المعونات سواء الغذائية أو العلاجية للإخوة في اليمن وكذلك سوف نبدأ بموضوع العالقين التي تحدثنا فيه في الأخبار الصحفية قبل قليل ليس فقط من سوف يتم نقلهم من العالقين من الإخوة اليمنيين هم 1718 إنما هذه باكورة لبرنامج سوف يوقع خلال الأيام القادمة لنقل العالقين في كل من مصر والأردن والهند ويقارب عددهم العشرين ألف من الإخوة اليمنيين والمركز يقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة الشرعية لأفضل الآليات المناسبة لنقل هؤلاء وتقديم المعونة لهم ليصلوا آمنين سالمين إلى بلادهم كذلك يوم غد سوف يبدأ المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية بكذلك نقل العالقين الأثيوبيين من داخل اليمن إلى بلادهم عبر الطائرات وهذا كذلك مع عمل إنساني كبير جدا لأنهم عالقين وبعيدين عن أهلهم وذويهم في دولتهم كذلك نحن على أبواب قريبة جدا من إنهاء نقل أو تجهيز عدد كبير من الحافلات الغذائية وكذلك التموينية وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية لنقلها بالتنسيق مع المنظمات الدولية وشركائنا في اليمن إلى اليمن الشقيق هذه باكورة العمل في هذا المركز والقادم أكثر إن شاء الله نعم إن شاء الله لكن إذا ما تحدثنا عن أبرز الأماكن التي تتركز فيها الحاجات الإنسانية ذكرت أنت عدة دول منهم العالقين في بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وخارج الدول العربية مثل الهند لكن إذا ما تحدثنا عن الحاجات الإنسانية أين تتركز هل هي في جيبوتي بحكم النازحين يعني كثرة النازحين إذا نتكلم عن النازحين ربما نتكلم عن جيبوتي لأن هناك مجموعة كما تحدث سفير جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية أن هناك مخيم وضعهم الإنساني سيء وكذلك مجموعة أخرى وقدر المجموع ما يقارب بين 15 إلى 20 ألف من الأخوة والقواتي اليمنين ومعظمهم من الأمهات والأطفال الذين يعانون صعوبات صحية وغذائية هذا طبعا بالنسبة للنازحين ولكن الخدمات الكبرى التي سوف يقدمها المركز هو داخل اليمن للأخوة والأخوات في اليمن الشقيق وكما ذكرت هناك عمل دؤوب لتقديم خدمات كبيرة جدا داخل اليمن بتعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ولا ننسى كذلك تبرع خدم حرمي الشريفين استجابة لنداء الأمم المتحدة بـ 274 مليون دولار لبرامج عديدة سوف يتم التنسيق فيها بين المركز وبين الأمم المتحدة للاستجابة لأولويات التي يحتاجها الأخوة والأخوات في اليمن نعم لكن أهمية عملية التنسيق مع المنظمات الإغاثية كيف تسير من المعلوم أن هذه خطوة مهمة وقد تحدثنا عن أعمال إنسانية في فترة ماضية شابها نوع من عدم التنظيم بسبب عدم الجهود المترتبة من قبل هذه المنظمات الإغاثية كيف يسير عمل التنظيم الإغاثي من هذا المنطلق؟ طبعا لعادة لي أعود في بداية سؤالك في الحلقة عن ماذا نتوقع من المركز المملكة كانت تقدم العمل الإنساني والإغاثي عبر قنوات كثيرة جدا في المملكة العربية السعودية فجاءت حكمة خادم حرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العيز حفظه الله أن توحد هذه الأعمال عبر منظومة علمية تعمل بما وصل إليه العالم المتقدم في تقديم الإغاثة بمفهومها الحديث وكذلك تركيز هذه الخبرة في مكان واحد مما سوف يثري ليس فقط المركز وإنما أبناء وبنات المملكة العربية السعودية الذين هم سباقون في العمل الإغاثي لذا من الأعمال المناطة بهذا المركز أن يقوم بإنشاء معهد للتطوع لتدريب رجال ونساء المملكة العربية السعودية الذين جبلوا على التطوع وخدمة الناس والعطاء ليكون هذا العمل تحت مظلة تدريبية حديثة تواكب ما تقدمه المنظمات الدولية في العالم هذا مركز طبعا سوف يعمل من خلال التعاون مع المنظمات العالمية ولنا أهداف كثيرة أولا الاستفادة من هذه الخبرات العريقة لدى هذه المنظمات والأهم توثيق هذه الأعمال للمملكة العربية السعودية المملكة يعلم الجميع إذا ما نظرنا إلى الناتج القومي للمملكة العربية السعودية فنحن ربما الدولة في المقدمة وبدون أي منازع في معدل ما نقدمه للعمل الإغاثي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ولكن بتشتت الجهود ربما لا نحصل على توثيق لهذه الأعمال مما يضعف موقف المملكة العربية السعودية المركز من ضمن ما نقوم به الآن لدراسة أولا التوثيق والتسجيل والأهم من ذلك أن يكون لدينا مركز بحوث ومعلومات ومراقبة إنتاجية العمل الإغاثي ليس المهم أن نقدم عمل إغاثي إنما المهم أن يصل لمن خصص له ويستفاد من هذا العمل الإغاثي وكل عمل يجب أن يقيم بإنتاجية هذا العمل ونستفيد من الأخطاء لتصحيحها في العمل القادم نعم لكن بشكل عام هذه الاستراتيجيات والخطوات التي تحدثت عنها يعني في خلال كم يمكننا بلورتها؟ طبعا أنا ما تعود أن ألزم نفسي بوقت ولكن أنا أقول إن شاء الله خلال الأشهر القليل القادمة سوف يكون لدينا صورة مكتملة وستراتيجية واضحة نحن نسابق الزمن ونعلم أن لدينا قائد هو سلمان من عبد العزيز يسابق الزمن ويجب أن نعمل لترجمة وتوجيهات هذا القائد الذي يوجهنا على سرعة الإنجاز المركز يعمل في الواقع مع متخصصين سواء شركات أو مراكز في المملكة نشكر من هذا المبر الأخوة في معهد الإدارة الذين يعملون معنا في وضع صورة تنظيمية مميزة لهذا المركز وكذلك نعمل مع شركات متخصصة لوضع النظام وكذلك رؤية ورسالة واستراتيجية ولا ننسى الزملاء العاملين في المركز الذين هم من المركز وكذلك ممثل الدوائر الحكومية الممثلة في هذا المركز هم يعملون ليلا ونهارا لوضع هذه الرؤية بعقولهم وبأيديهم وبمساندة الخبرات سواء من الزملاء في معهد الإدارة أو الشركات المتخصصة لنكون في مقدمة المنظمات والمراكز الدولية المقدمة للإغاثة والإنسانية إن شاء الله نعم بحكم قربك تحديدا من الأزمة اليمنية في الوضع الإنساني يعني حجم الكارثة الإنسانية وكيف يمكن أن يغطي هذا المركز جزء من الحاجات الإنسانية لهم طبعا بلا شك العالم أجمع يرى أن حجم الكارثة كبيرة جدا لننظر إلى القطاع الصحي وهو القريب مني كل المرافق الصحية في اليمن تأن من نقص المواد الأساسية سواء كانت العلاجية أو التشخيصية أو كذلك الإسعافية إذا نظرنا إلى الغذاء هناك مشكلة كبيرة جدا في وصول الغذاء ربما يوجد الغذاء في بعض الأماكن ولكن لا يصل إلى المحتاجين بالوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن كذلك إذا نظرنا إلى الماء الآن هناك مشكلة كبيرة في وصول الماء وصلتنا معلومات أن الماء النقي يصل أسعاره إلى أرقام ربما لا يستطيع الإخوة والأخوات في اليمن الوصول إلى ماء النقي بسبب كل فتحة هذا الماء فالمشكلة كبيرة جدا نخشى أن تزداد هذه المشكلة وتتحول إلى لا سمح الله أو بيئة وأمراض قد تضر بالمجتمع اليمني نعم حتى الآن تم تقديم المساعدات من خارج حدود اليمن لم يتم التوغل في الداخل اليمني من منطلق المخاطر وعدم التنظيم السياسي في المرحلة المقبلة أم ماذا؟ لا أدخل كما ذكرت أدخل عدد من السفن والطائرات وكذلك مجموعة من الحافلات من الملوكة العربية السعودية أدخلت ولكن من المعلومات التي تتصلنا أن نسبة كبيرة من هذه المساعدات لا تصل إلى من خصصت لهم ربما بسبب إما أن تنهب أو تأخذ من جهات أخرى ولا تصل للمحتاجين إليها نحن نعمل في هذا المركز بكل حيادية ونتعامل مع المنظمات التي لها سمعة وثقة لدى المجتمع الدولي لإيصال هذه المعونات والمواد الطبية إلى المحتاجين إليها وننظر إلى نسبة وصول هذه المواد لمن خصصت لهم بإذن الله نعم لكن كيف سيتم تفادي هذه العقبة في المرحلة المقبلة؟ هل هناك تخطيط مسبق ستضعونه في الاعتبار عند إيصال هذه الأعمال الإغاثية أو الخدمات الإغاثية؟ في طبيعة الحال أولا نحن كما ذكرت نخطط ضمن منظومة دولية لا نقوم بعمل إغاثي إلا بعد دراسته سواء كان مع الإخوة في الحكومة الشرعية أو كذلك المنظمات المجتمع المدني داخل اليمن وهم كثر والحمد أو المنظمات الدولية ونتواصل مع هذه المنظمات لوضع خطة استراتيجية لإيصال هذه المعونات معونات المملكة العربية السعودية يجب أن نوضح هي كبيرة جدا الأرقام التي خصت من المملكة العربية السعودية كبيرة جدا فإذا ما ترجمت إلى نسب سوف تكون الأعلى ونأمل أن تصل للمحتاجين وأنا متأكد إذا ما استطعنا أن نوصلها إلى المحتاجين سوف تخفف كثيرا من معاناة هؤلاء إن شاء الله ونأمل أن يستقر اليمن ويعود الشعب اليمني إن شاء الله إلى أمن وسلام وأن تكون صفحة انتهت من تاريخ اليمن إن شاء الله نعم بما أن حديثنا اليوم بشكل عام عن العمل الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وأن تكون قريب جدا في فترة من الفترات من القطاع الصحي نريد الحديث عن الجانب الإغاثي الذي قدم في هذا الإطار طبعا المملكة العربية السعودية كما ذكرت تقدم خدمات إغاثية على شدة المجالات نحن ربما كنا في المقدمة منذ عوام قليلة في الغذاء المملكة قدمت في السابق أعلى رقم في الغذاء حسب ذاكرة 500 مليون دولار للغذاء وكذلك بالنسبة للقطاع الصحي وأنا قريبا من هذا القطاع المملكة كانت سباقة لتقديم الخدمات العلاجية أولا الزملاء في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات وأخصائيين يعتبرون السباقين في العمل لغاثي خارج المملكة وداخل المملكة ولهم قصص تذكر وتشكر من سرعة استجابتهم للنداءات الخارجية كذلك المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تستقبل المحتاجين من الدول سواء كانت القريبة والبعيدة لتقديم العلاج لحالات المستعصية وفي مقدمتهم اليمن قبل هذه المشكلة المملكة العربية السعودية كانت تستقبل بناء على تنسيق بين وزارة الصحة اليمنية ووزارة الصحة السعودية الحالات المستعصية من اليمن وتعالج في أرقى المستشفيات المتخصصة في المملكة العربية السعودية كذلك بالنسبة لحالات الجراحية المتخصصة ولعل قريبا من أحد هذه المبادرات الإنسانية سواء كانت في جراحات القلب جراحات العظام في جراحات الكبد وفي جراحات التوائم السيامية التي عمت ثلاث قرات وثمانتعشر دولة وأصبحت سجلا حافلا في تاريخ المملكة العربية السعودية نعم لكن في هذه النقطة تحديدا أريد الحديث عنها بتوسع أكبر يعني كيف أضافت هذه الصفة الإنسانية وانعكست على مكانة المملكة في هذا الجانب تحديدا طرف المجتمع بشكل عام في العالم في الواقع يستفيد دائما أو يتفاعل مع الحالات الصحية وإذا منظرنا إلى بعض القنوات الغربية ربما في حالات أقل مما تقدمه المملكة العربية السعودية وتعمل بطريقة درامية بحيث أن إجراء ولو حالة واحدة من هذه العمليات لأحد الأطفال أو المرضى من دول محتاجة يتأثر به الإنسان وتأثر به المجتمع المملكة العربية السعودية وكما ذكرت قدمت في كل التخصصات الصحية أمثلة رائعة للعمل الإنساني وإذا ما استأثرت بما تخصصت به وقام به زملائي الذين عملوا معي في هذا الحقل في أكثر من عشرين سنة وهي التوامل السيامية كانت مبادرة إنسانية بحتة المملكة العربية السعودية تستجيب للنداءات سواء كانت من دول في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا لم تبنى على دين ولا على لون ولا على أي دوافع أخرى الدافع الأساسي هو الإنسان خدمة الإنسان ومساعدة الإنسان أينما كان نحن نريد أن نعرف لماذا تميزت المملكة في هذا الجانب دون عن غيرها ونعرف الإجابة لكن بعد أن نقف مع هذا الفاصل أعزائنا المشاهدين ثم نعود دكتور عبدالله تفضل أجيب على السؤال طبعا أولا كنت أتمنى غير يتحدث عن هذا الموضوع خصوصا بالنسبة لك ولكن يجب أن أبدأ أن ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من ريادة في العمل الإنساني الطبي يترجم لقاعدة متينة برنة المملكة العربية السعودية بأولا الاستثمار في الإنسان وابتعاة الكوادر البشرية من رجال والنساء إلى دول العالم سواء كانت في شمال أمريكا أو أوروبا أو إسراء أو غيرها وهؤلاء عادوا ليكون لبنات لبناء قاعدة صحية متينة للمملكة العربية السعودية ولذلك كان هناك رواد ليس فقط في فصل التوائم إنما في جراحات القلب والكبد والعظام وغيرها من التخصصات والتوائم السيامية هي قصة بدأت بأولا خبرة بسيطة إنسانية ومنذ أكثر من عشرين سنة كما ذكرت والله الحمد نجحت وهي اختبار حقيقي للمقدرة الصحية للمملكة العربية السعودية ثم كان لزملائي وزملاتي الذين بدأوا لضرب أمثلة في القطاع الصحي كيف يكون العمل الجماعي كيف يكون العمل المدروس المخطط له هو باكورة لعمل يسجل في تاريخ المملكة العربية السعودية لذلك بدأنا بتكوين فرق طبية والمشاورات والدراسات وإعطاء هذا العمل الإنساني اهتمام وتبنت الدولة برعاية خادم حرمي الشريفين الملك عبدالله العز رحمه الله هذا العمل الإنساني والذي لا زال يرعاه بكل اهتمام خادم حرمي الشريفين الملك سلمان بن عبدالعز عبدالله وبدأنا في الواقع نقدم هذه الخدمات بنجاح فأثارت اهتمام العالم وبدأ العالم في الواقع يسجل هذه الخبرة وبدأت تحول لنا الحالات بدأت في آسيا ثم أفريقيا ثم بدأت جاءتنا حالات من أوروبا ولله الحمد وصلت هذه الخبرة إلى أكثر من 88 حالة وعمل منها 36 حالة بنجاح ونسبة النجاح من أعلاها بالعالم وسجلت هذه الخبرة سواء كانت من ناحية البحثية أو من الناحية العلمية لصالح الملكة العربية السعودية كما سجلت تاريخا إنسانيا عافلا يعكس الصورة واحدة من ألاف الصور المشرقة للملكة العربية السعودية جميل إذا ما تحدثنا عن شخصية الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار العمل الإنساني ومعلوما أنه كان مهتما بهذا الموضوع منذ أن كان أميرا للرياض كيف تقرأ واقعه حديثا في الواقع من ينظر لتاريخ الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ومده بالصحة والعافية هو أنا أعتقد من المؤسسين للعمل الإغاثي منذ أن كان أميرا للرياض كان هو من يقود هذه الحملات لو عدنا للتاريخ وجدنا الملك سلمان هو يرأس اللجان هو يوجه اللجان هو يتجاوب مع احتياجات العالم سواء كانت في البوسنة والهرسك أو في آسيا أو في أفريقيا والتاريخ لا ينسى هذه المبادرات وما غرسه الملك سلمان لنا جميعا من دروس في الإنسانية والإغاثة والعطاء في الواقع نحن نستفيد من هذه الخبرة في المركز وكذلك القائمين على المركز لنترجم هذه المبادرات التي بنيت على أبعاد إنسانية بحتة دون أي دوافع أخرى وترجمتها المملكة العربية السعودية في العديد من المبادرات لعل هذا المركز يستفيد من هذه الأسس العريقة التي بناها سلمان بن عبد العزيز وسلمان بن عبد العزيز الحزم والعزم وأنا أقول سلمان بن عبد العزيز السلام والعطاء عندما تجمع شخصية فيها الحزم والعزم والسلام والعطاء تعطيك شخصية تمثل الإنسان الذي يقود هذا الوطن ويكون مثلا يحتذا به لنا سواء في المركز أو على كل المستويات في هذا البلد المعطاء نعم إذا ما عدنا إلى دور المركز والاهتمام بتقديم الخدمات الإغاثية في الإطار الصحي تصنيفكم لأبرز الحالات الصحية التي يجب أن يسارع المركز بتقديم الإغاثة لها وهي بحاجة لها أيضا ما هي؟ طبعا أولا الرعاية الصحية مستويات ولكن عندما يكون هناك كارثة إنسانية في أي بلد سواء كانت بحروب أو بكوارث طبيعية من المعروف أن الإصابات تمثل المشكلة الأولى لذلك الخدمات الإسعافية الطارئة سواء كانت في الجراحات الأوعية الدموية أو العظام أو كذلك الجراحات العامة تمثل خط أمامي مهم جدا لذلك المركز ننظر كيف نقدم الخدمات الإسعافية العاجلة لترميم هذه الإصابات وتخفيف معاناة هؤلاء المصابين في اليمن الشقيق نحن حاليا ندرس مع المختصين وبعض المنظمات الدولية آلية إنشاء مستشفيات كذلك إما داخل اليمن أو خارج اليمن أو مستشفيات متنقلة لتقديم هذه الخدمات الإسعافية العاجلة والجراحية العاجلة وكذلك مد المستشفيات القائمة في اليمن ومساندة الأطباء والطبيبات في اليمن ببعض المستزمات الجراحية وكذلك للعناية المركزة العاجلة مما يجعل هذه المراكز تقدم خدمات علاجية أولا للمحافظة على الحياة وكذلك تخفيف آلام هؤلاء المصابين وكذلك نسعى ضمن المركز أن نهتم كذلك بالغذاء لأن الغذاء إذا كان هناك اهتمام من المركز للغذاء فإن الإنسان سوف بطبيعة الحال ينتج عنه المرض لذلك نتمنى أن نقدم تجاوب سريع لغذاء مناسب مدروس بمكونات هذا الغذاء من الناحية الصحية لضمان المحافظة على الغذاء السليم لمن يحتاجون وفي مقدمتهم الأخوة والأخوات في اليمن الشقيق كذلك المأوى هو من اهتمامات المركز إذا كان هناك بعض الأخوة الذين يحتاجون إلى مأوى بسبب ظروف الحرب وما يعانيه اليمن في هذه الأيام فنحن نسعى لتقديم هذه المعونات بشكل علمي مدروس حتى نرفع هذه المعاناة بالشكل الذي يليق بالمملكة العربية السعودية نعم إذا ما أردنا أن نعلق على نقطة مبادرة المملكة بشكل عام النابع يعني من التزاماتها الأخلاقية تجاه المناطق المنكوبة وردنا التعليق على هذه النقطة بعيدا أيضا عن اليمن كيف تراها؟ طبعا مبادرة المملكة لكل الدول كما بدأنا حديثنا في الواقع تدرس بناء على الحدث الذي يصيب هذه الدول يتم دراسة هذا الحدث مدى هذه الكارثة سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية وفي الواقع تدرس بشكل سريع لأن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على سرعة التي تستجابه طبعا المركز الآن يبني نظام وهو نظام معلوماتي دقيق لرصد كل الأحداث التي تحدث في العالم ليكون لدينا بنك معلومات سريع يستطيع استقصاء الأحداث العالمية ومدى الحاجة لهذه الأحداث هل هناك حاجة لتقديم إغاثة أو عمل إنساني على مستوى الدول والمجتمعات وكذلك التواصل مع الجهاد ذات العلاقة لسرعة الاستجابة المركز هناك اهتمام من المملكة العربية السعودية وتوجيه من خاند محران الشريفين أن يعطى المرونة والاستقلالية ليكون كذلك مركزا مميزا على مستوى العالم إن شاء الله ونأمل إن شاء الله أن نصعد إلى مستوى التوقعات التي توقعها أولا الخادم حرم الشريفين ثم أبناء أبنات المملكة العربية السعودية نعم والتركيز على قضية اليمن تحديدا في الوقت الراهن يعني مربوط بالظروف التي تمر بها اليمن وليس أن المركز يقدم خدمات مثلا قسرا فقط أو محدودة لليمن يعني في المراحل المقبلة قد نشت توسعا أكثر للمركز في تقديم الأعمال الإغاثية لعدة مناطق بلا شك أولا المركز هو خصص للعمل الإغاثي والإنساني لكل المعمورة ولم تحدد له دولة أو يربط بأي اتجاهات إنما ما يعانيه اليمن من تحديات تستدعي سرعة الاستجابة هذا ما هو يقود المركز لسرعة الاستجابة اليمن ولكن هذا لا يغفرنا عن أي أحداث في العالم المملكة العربية السعودية فيه ونحن نقدم الإغاثة لليمن وليك كذلك عمل في نيبال وعمل في سوريا العمل لم يتوقف على دولة ولكن المركز بدأ بالتحديات التي تتواجه الإخوة الأشقاء في اليمن نعم تحدثت عن محهد للتطوع سيقيمها المركز يعني كيف ستكون استراتيجية في البداية من ناحية العدد يعني توقعاتكم أو هيكلتكم لها كيف ستكون طبعا أولا نحن سوف نتواصل مع المراكز الأكاديمية وبعض الجامعات سواء داخل المملكة أو خارجها لدراسة مفهوم التطوع نحن لا نريد أن نبدأ بحجم كبير ثم نجهد المركز يجب أن نبدأ بتدرج أولا يجب أن نبني معهدا يبنى على أسس علمية منهجية لتدريس وتدريب المتطوعين من أبناء أو أبناء المملكة العربية السعودية في العمل التطوعي الإغاثي نريد أن من يتطوع العمل الإغاثي يكون لديه الخبرة والخلفية كيف تدار هذه العمليات وكذلك يجب أن نبني أجيالا تأتي وتعمل في هذا المركز في المستقبل لتقدم أفضل مما نقدمه نحن اليوم طبعا سوف يكون هناك برامج متعددة للعمل الإغاثي الصحي العمل الإغاثي للغذائي وغيرها من برامج كذلك كيف تدار الأموال وغيرها من البرامج الإغاثية والتطوعية التي تهم شأن التطوع وسوف نستقطب المدربين المختصين والذين الذين خبرة في المنظمات الدولية أنا تحدثت في الأسبوع الماضي مع الأمم المتحدة وممثليها في المملكة العربية السعودية وكذلك منظمة اليو اس ايد وديفيد في بريطانيا لإعطائنا الخبرات التدريبية والبرامج الأكاديمية في المعاهد لنبنيها من حيث انتهى الآخرون إن شاء الله نعم بما أن هناك بجالات متعددة منها الصحي والغذائي هل سنتوقع أنكم تستقطبون في هذا المعهد مثلا خلفيات تعليمية معينة يعني شروط المتقدم أو المتطوع ماذا يجب أن تكون لا أستطيع أن أذكر هذه الشروط قبل أن تدرس ولكن أنا أعتقد لكل مجال سوف يكون هناك بعض الاحتياجات الأساسية لا أريد أن ألزم كل من يعمل في قطاع الصحي أن يكون طبيبا أو ممرضا ولكن يجب أن يكون لكل عمل فيه نوع من التخصص ربما في العمل الذي يحتاج إلى عمل فني نحتاج مختصين ولكن العمل التطوعي الذي مساند قد لا نحتاج من المتخصصين ولكن نحتاج إلى مستوى تعليمي مناسب لكي يستطيع هؤلاء المتطوعون المتطوعات أن يقدموا عملا تطوعيا يناسب هذا الوطن ونريد أن نكون نموذجا في التدريب على مستوى العالم وأنا متأكد أن الإرادة موجودة وبوجود الإرادة وبوجود الدعم وكذلك توفيق الله سبحانه وتعالى قبل هذا وذاك سوف نستطيع أن نبني معهدا يتناسب مع علم الكرابي السعودية نعم في إطار المعهد بما أننا نتحدث عن التطوع كيف تقرأ ثقافة التطوع في المجتمع السعودي ورؤيتك لمستقبل هذا المعهد مع المتطوعين شكرا أن السؤال الحقيقي مهم جدا أنا أعتقد أنه لو نظرنا لبعض الأحداث التي حدثت في الملكة العربية السعودية لنجد أن الشعب السعودي في الواقع من الشعوب التي تتميز بالاستجابة للعمل التطوعي أنا أذكر في أثناء حرب الخليج وكنت أعمل في وقتها في مستشفى الملك في صلى التخصصي وطلبنا بعض المتطوعين والمتوعات في المساندة للعمل في الواقع تلقينا من الطلبات الأرقام كبيرة جدا وهم شباب وشابات حريصين جدا لخدمة هذا الوطن ما حدث أثناء كارثة سيول جدة أنا أعتقد الإعلام ذكر في الواقع تجارب ترفع الرأس لسرعة الاستجابة والتطوع لأبناء وابنات من الملكة العربية السعودية أنا متفائل أن هذا المعهد سوف يجد الاستجابة ليس فقط من المتطوعين في التدرب ولكن المتطوعين في التدريب سوف إلى الآن بعض الجامعات ومراكز التدريب والوزارات مستعدين للتعاون مع هذا المركز في مجال التدريب وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية لعلنا نعمل سويا لنضع الأساس لبرنامج يبنى بتدرج ليكون نموذجا يليق بالمملكة العربية السعودية نعم سنغلق هذا الملف بمحاوره المتعددة ماذا تريد أن تضيف قبل أن ننهي الحلقة؟ والله أنا أريد أولا قبل أغلاق هذه الحلقة أن أقدم الشكر والتقدير والعرفان لخادم حرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي في كل يوم يضرب لنا مثل في الإرادة والحنكة السياسية وكذلك التخطيط السليم ولعل هذا المركز أحد الأمثلة الحكيمة والمدروسة والسريعة في وضعها لتفرض وجودها في المجتمع الدولي كذلك أدعو زملائي العاملين في هذا المركز أن يعملوا بجد وإخلاص وحماس وأن يعملوا من حيث انتهى الآخرون ليكون هذا المركز مركزا يليق بنا أبناء هذا الوطن الغالي وأخيرا أدعو المجتمع السعودي عامة أن يدعموا هذا المركز بكل ما أتيح لهم لأن هذا المركز هو يمثل وطن هو المملكة العربية السعودية نعم جميل وصلنا إلى الختام الدكتور عبد الله الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أشكرك جزيلا شكرا لك شكرا لك والأخوة المشاهدين عزنا المشاهدين وصلنا إلى الختام إلى اللقاء شكرا لك شكرا لك